بسم الله الرحمن الرحيم نذيرا ولذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمنون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقل ومن بيننا وبينك حجام فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ووين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الآلمين وجعل فيها غواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا من صابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن آردوا فقل أنذرتكم صارقة مثل صارقة عاد مثل صارقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلبهم ألا تعدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما آدوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسا لنذيقهم عذاب الخزن في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحفوا العمام للهدى فأخذتهم صارقة العذاب الهون فأخذتهم صارقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونج إلى الذين آمنوا وكانوا يرتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيقنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلبهم وحق عليهم القول في أمم ودخلت من قبلهم من الجل والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفيه لعلكم تغربون فلنذيقن الذين كفروا هذابا شديدا ولنجزينهم أسرأ الذي كانوا يعملون وقال الذين كفروا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا من جنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدرون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السينة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل حبيب وما يلقاها إلا الذين صبرون وما يلقاها إلا ذو حق عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نسقع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسهمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يكتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته آجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن لهم لفي شك منهم عيب من عمل صالحا فلنحشه ومن أساء فمليها وما ربك بظلاء للعبيد إليه يرد علم الساة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أعثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس فنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقول أنها ذالي وما أظن الساة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنريقنهم من عذاب غريب وإذا أرمنا لنا الإنسان أعرضانا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء حريب قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط